من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وما أكثر كرب الدنيا فإذا كنت تحب الله ورسوله فأنت مصدر أمن وطمأنين أنت مصدر سلام وعافية أنت تبث الأمن في كلامك وفي أعمالك فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا استمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وما أشد كرب يوم القيامة كل إنسان أحيانا بحكم أمكانياته بحكم مكانته الاجتماعية بحكم شأنه بحكم حجمه المالي باستطيع يخفف عن الناس آلامه باستطيع يكون مصدر خير مصدر سلام مصدر طمأنين فأنت إما أن تكون مصدر شر لا سمح الله وإما أن تكون مصدر خير فالله سبحانه وتعالى يقول الخير بيدي والشر بيدي فطوبى لمن قدرت على يده الخير والويل لمن قدرت على يده الشر وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك لذلك يا أخي الكريم سؤال دقيق اسأل نفسك كل يوم أنا ماذا فعل هذا اليوم كل يوم ينشق فجره يخاطب ابن آدم يقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة هذا اليوم كيف مضى هل دعوت فيه إلى الله هل أمرت بالمعروف هل نهيت عن المنكر هل بثست التمأمن في نفس إنسان هل نسست عن مؤمن كربة من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه أيام أخوك المؤمن في قضية تقرقه تخيفه جئت أنت واستخدمت نفوذك ووجاهتك في بث الطمأمنة له أو في إزالة هذه الكربة لذلك اجعل شعارك كل يوم إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما اتعملك بماذا استعملك الله عز وجل وما أكثر الأبواب المفتحة للعمل الصالح فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يعني هذا الحديث يجعل العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين متماسك جدا فكل مؤمن انطلاقا من تطبيق السنة يسعى إلى تفريج الهم عن أخيه المؤمن لو أن لك على أخيك المؤمن دينا وكان هذا الأخ المؤمن معسر وهو مهتم ومغتم ومقبض فعلمت أنه معسر فقلت يا أخي لك شهر آخر حتى يفرج الله عنك هذا العسر أنت بهذا فرجت عنه كربة من كرب الدنيا أخوك له مسكلة تحل ماليا وتملك أنت هذا المبلغ وهذا أخوك في الله فإذا دفعت له هذا المبلغ فقد نفست عنه كربة من كرب الدنيا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعدك أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة هذا الحديث يجب أن يكون في ذهن كل مؤمن وأن يبقى ماثلا أمام كل مؤمن ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر يعني الإنسان أحيانا بواجه عقبات يقول لك الأمر معسر أمام معسر فإذا أنت نفست عنه هذا الإعسار أزلت عنه هذا الإعسار ماذا فعل؟ أكرمت أخاك المؤمن فلذلك مرة ثانية أقول لكم حجمك عند الله بحجم عملك الصالح الفقير من كان فقيرا من العمل الصالح والغني من أجر الله على يديه الخير ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان ولا بورك لي في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام لم أزدد فيه من الله قربا عن طريق العمل الصالح ولا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما إذن طلبوا العلم والعمل الصالح لذلك وردت كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكثر من ألف مرة في كتاب الله آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا آمنوا ناحية النظرية عملوا الصالحات ناحية العملية والإيمان والعمل الصالح جناحان متكاملان لا تطير إلى الله إلا بهما فلو اكتفيت بالعلم لم تفلح ولو عملت من دون علم لا تفه العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والعمل بلا علم جنون ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله عبدا يعني إذا مر معكم بالحديث الشريف كلمة رحم الله عبدا نظن نوى كلمة هذه هل تدري ما تعني كلمة رحم الله عبدا رحم الله عبدا أي تجلى على قلبه وإذا تجلى الله على قلبك نسيت الدنيا وما فيها يعني أنت تأكل وتشرب وتستمتع وتذهب وتزنزى هذه كلها متع الحياة الدنيا لكن ينبغي أن لا يغيب عنك أن الله سبحانه وتعالى لو تجلى على قلبك لذقت سعادة لا تصف لهانت عليك الدنيا وما فيه لذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا اقتضى هذا اليسر في التعامل دليل الإيمان دليل هذا العطف الذي أودعه الله في قلبك اتجاه المسلمين يعني بجوز تفوت امرأة فقيرة جدا لعن صيدلي تطلب دواء مبلغة أقل من ثمن الدواء ويشعر أنها ليست محتالة بريئة هناك من يطردها هناك من يقول أفعل أتقرب إلى الله بخدمة هذه المرأة العجوز ليس كل الربح ماديا وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان كما قال السيد المسيح ليس كل الربح مالا لأن تربح أخا في الله أفضل من أن تربح الدنيا وما فيه فأيام الإنسان بلاي الأمور مجدودة أمامه هل تحبون أن تكتشفوا الحل العجيب بتعثير الأمور حل التعثير العمل الصالح العمل الصالح إذا ضاقت عليك مذاهب الحياة إذا ضاقت عليك السبر إذا ظننت أن الله لن ينصرك في الدنيا ولا في الآخرة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة سليمدد بسبب إلى السماء يعني ليعمل عملا صالحا كما قال بعضه هذا العمل الصالح هو الذي يجعل العسر يسرا والضيق فرجا والانقباض انشراحا والتنكو انطلاقا فمن ضاقت عليه السبر من شعر أن أمره معثر من شعر أن الدنيا كلها ضده فعليه بالعمل الصالح والعمل الصالح يرفع ولكل درجات مما عمله ومن يسر على معثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وربما كانت تيسر في الدنيا قبل الآخرة يعني الله عز وجل بيقدر لسبب تافه تافه أن يجعل حياة الإنسان جحيما لسبب تافه تافه يذهب المال كله لسبب تافه تافه يفقد حريته على مدى عشرين عاما عشرين سنة حكم ولسبب آخر يفقد ماله ولسبب في صحته تصبح حياته جحيما إذن افعل الخير وارجو الله بهذا الخير أن يجعل أمورك ميسرة وأن يتم عليك نعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة التوفيق يعني أنا الذي أعرفه أن المؤمن يندفع إلى العمل الصالح اندفاعا لا حدود له يعني تنتهي حريتك في أن تفعل هذا العمل الصالح أو لا تفعله حينما تعرف الله عز وجل ويجب أن أقول لكم إن العمل الصالح لا ينبغي أن يكون قاصرا على إنسان دون إنسان يجب أن تخدم الناس كلهم يجب أن تخدم المؤمنين كلهم يجب أن تخدم المسلمين كلهم يجب أن تخدم الناس كلهم يجب أن تخدم الخلق كلهم يجب أن تخدم المسلمين كلهم يجب أن تخدم الناس كلهم يجب أن تخدم الخلق كلهم